أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخلق البيئة الأمنة لمرور السفن التجارية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وخلال استقباله قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر فاسيلس جوربا باريس استعرض عبد العاطي تأثير تصعيد الحالي في المنطقة على حركة الشحن البحري في البحر الأحمر وقناة السويس موضحا ضرورة العمل على معالجة الأسباب الحقيقية لحالة التصعيد غير المسبوقة وهي استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة دول المنطقة